السلام الخير على أحلى متابعين في الدنيا وحبيبي في الله جميعا أتمنى تكونوا في أفضل حال يا رب وصحة وسعادة وبال ودائما كده يا رب زايدين مش ناقصين بإذن الله واللي بشوفني الأول مرة أنا أختكم في الله أم مرمر من صعيد مصر لو عجبتكم قناتي وفيديوهاتي فضلا وليس أمرا منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس عشان وصلكم كل جديد عندي في الصعيد بإذن الله وأتمنى فيديوهاتي القادمة تحوز إعجابكم ومنتظر تعليقاتكم الجميلة وأسئلتكم اللي أنا بسعد بها جدا يعني أي حد بكتب لي سؤال بصراحة بفرح جدا أني برد عليه وأتمنى يكون ردي ومعلومتي اللي أنا بقولها له تفيدوا فمنتظر كل تعليقاتكم وأسئلتكم الجميلة وأتمنى فيديو النهاردة يعجبكم النهاردة يا جماعة هنتكلم عن العيش الشمسي معلش استحملوني للفيديو طويل شوية بس أنا حابة أقول أتكلم عن كل تفاصيل العيش الشمسي بكل أسراره بكل حاجة عنه بتاجيني أسئلة كتير عن العيش الشمسي يا جماعة فحبيت أعمل فيديو طويل شوية عن العيش الشمسي لأن العيش الشمسي عندنا يا جماعة ده تراس تراس عندنا في الصعيد أتوارسناه جيل بعد جيل كل واحدة ورست بنتها كيفية أن تصنع العيش الشمسي فعندنا في الصعيد أساسي في كل بيت كل بيت في الصعيد لازم لازم العيش الشمسي يكون موجود في كل بيت جيتي ضيفة في أي بيت من بيوت الصعيد هتلاقي العيش الشمسي أول حاجة هتشوفيها العيش الشمسي عندنا فأتمنى النهاردة فيديو النهاردة يكون كامل متكامل عن العيش الشمسي وأقول لكل أسراره وتفاصيله مش هتحتاجي تسألي تاني عن العيش الشمسي لا لا حيعسل معاك في الصيف خالص ولا حينشف معاك في الشتاء حيفضل معاك طري الآخر رغيف معاك في الحلة أنا بصراحة كل السبوع بصنع وأحيانا بيقعد 12 يوم يفضل معايا العيش فالآخر رغيف أعز أقولك مش عشان أنا بتكلم وده فيديو بتكلم فيه لو الله العظيم أنا بفضل لآخر رغيف معايا طري وجميل جدا لو اتبعت الخطوات اللي أنا حقولك عليها النهاردة فمش هتحتاجي تسألي تاني عن العيش الشمسي هيفضل معاك طري الآخر رغيف مش هيعسل معاك خالص ده أنت هتكوني أستاذة فيه هتكوني أحسن من جارتك بكتير والكل هيتكلم عن عيشك أنا بصراحة ومش عشان أمي لا بصراحة عندنا في الشارع الكل بتكلم عن عيش أمي زمان هي دلوقتي خلاص أحنا اللي بنصطلع لها عشان خاطر الظهر وفقرات الظهر بقى والرجلين فما بتقدرش تعجن تاني يا جماعة فأحنا اللي بنخبز لها فبصراحة ودي حاجة أنا أفتخر بيها أن كل الشارع عندنا بيتكلم عن عيش أمي كان عيش بقى جميل جدا ويعني عمرها ما صنعت لحد إلا وشكر في عيشها عشان أمي دايما الجيران عندنا بنصنع لبعض يعني أيام الفرح الكل بيودي خبيز لجارته تخبز له فأمي عمرها ما رفضت لحد خبيص نهائي صنعت له كل الجيران وحتى الجيران البعيدة خالص كانت بتجيب لها صنيع وكانت بتصنع وقدت واجبها نحو جيرانها على أكمل وجه والكل بيشكر فيها لحد الآن بصراحة وأنا دي مش عشان أمي والله العظيم يا جماعة فعلا فعلا عيشها وخالتي كمان خالتي جماعة عيشها كمان أنا شهادة أشهادة قدام ربنا أني خالتي عيش أحلى من أمري بكتير بصراحة أحلى من أمي وهي وهي أمي عشان تربوا من أم واحدة وعلمتهم صح بكل أصرار العيش الشمسي المزبوطة فالتنين عيشهم جميل جدا بس خالتي يعني عيشها أجمل لأنها بتصنع دايما بالعيش الفينو العيش الفينو دي الأبيض الفاخر فبكون أحلى طبعا من العيش البلدي بتاعنا التومين فيعني بصراحة لكل وطلعما أنت عيشك حلو فالكل هيحكي عن عيشك فلان عيشها حلو لا نودي لها نخبز لها هي تخبز لنا فهيكون لك سمعة حلوة كده لما يكون عيشك حلو وسط جيرانك فلا لا حلو جدا أتمنى الفيديو النهاردة تستفادي منه وطبق كل اللي أنا هقولك عليه بإذن الله معلش رغيت معاكم كتير الفيديو استحملوني طويل شوية هنتكلم عن العيش الشمسي وحنعمل غدا النهاردة وكمان حلو أتمنى يعجبكم بإذن الله شايفيني يا جماعة لسه طالع من الفرن زي ما انتم شايفين كده طعمه جميل جدا والريحة لما تصنع في البيت كده البركة كده تحل في البيت زي ما بتقول أمي دايما تخبز في البيت فالبركة بتحل في البيت ودايما تخبز في بيتك وعيشك تعمليه بإيدك وما تضطريش تشتري من الفرن خالص لأنك عندك عيش عندك البركة كلها وعندك كل حاجة ده كلام أمي وداي اللي أنا تعلمته منها وفعلا يا جماعة فردنا جاء ضيف فجأة عندك كده لسه هتشتري من الفرن هتقول لي لسه رايح هشتري ليك العيش ولا دايما تخبزوا في بيتكم العيش الشمسي وتخلوه في الفريزر خلو لكم كيس كده احتياتي في الفريزر واحنا بيوتنا في الصعيد يا جماعة اللي داخل واللي طالع دايما كده البيوت دايما مفتوحة سواء أكل وشرب شاي فكل حاجة دايما بتكون البيوت عندنا في الصعيد مفتوحة البداية بقى معلش رغيت معاكم المقدمة طويلة شوية البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على حبيبنا علي أفضل الصلاة والسلام بداية فيديو النهار داي جماعة هو غير بيلة دايي زي ما انتو شايفين كده احنا بنجيب الشكرتة الداييك من التاجر بنجيبها على طول على الطحون عدل ما بنحطهاش في البيت إلا نادرا لما نلقاش مثلا تكتك ويوديها بنحطها لحد من رنع التكتك وياجينا فبرينا على التكتك روح يجيبها من التاجر نوديها للطحون يطحنها لنا فإنك تطحن الدقيق ده مهم جدا جدا لأن كده أنت بتطحن الردة اللي جواها اللي بتخلي العيش بتاعك يسود الدقيق بتاعك بكون لونه أسود شوية من الردة الردة كمان لو تعجني لو غربلتيها من غير ما تطحنيها فدي بتسيب العيش معك العيشينة بتسيب معك بالذات في الصيف فمهم جدا جدا يا جماعة أنك تطحني الدقيق بتاعك وبعد ما تطحنيه ومتأكد أني ناعم وزي الفل بتغربليه كمان لازم تأكد عليه لازم تغربليه من أي شوايب بتاجه من الطحون بقى هتلاقي هتلاقي فيه شوايب في الدقيق بتاعك فلازم مهم جدا جدا أنك تطحني أنك تغربليه الدقيق بتاعك زي ما أنا شايفين أنت وشايفين كده في العيشينة بتاعتي بالغربال بتاعي بغربل شايفين لسه فيه ردة يا جماعة ده اللي أنا بقول عليها مهما كان الطحون حلو وطحنهولك حلو فبرضو لازم بطلع ردة معاك بغرب الشكارة بتاعتي على كده الصنع اللي أنا بصناحها بغربلها كويس جدا وبطلع الردة والردة دي بضيفها هو لما بطحنهالي بيعزلي الشكارة اللي الدقيق لوحدها والردة بخطها لي في كيس لوحدها الردة دي اللي إحنا بنتفل بيها المجارس بتاعتنا الردة اللي أنا هتطلحها بقى من الغربال اللي انتو شايفينه بعد مغرب للدقيق بتاعي ما أضيفها على الردة اللي في الكيس بتاعتي عشان أتفل بيها المجارس بتاعتنا إحنا بنسميها تدفيل المجارس هوريكم إزاي برضو مصورة كل حاجة ما سبتلكش أي تفصيلة النهاردة إلا لما حقولها لك عن العيش الشمسي هنخلص كل كميتة دقيقة لنا النهاردة نحعمل حوالي 24 رغيف وأحيانا يا جماعة احنا كنا زمان بنصنع 42 رغيف 35 كان صنعت أمي دايما دايما في الاربعينات كنا عيال صغيرة واخواتي لسه متجوزوش فالكل كان قاعد في البيت والكل بياكل خلصت كل كميتة دقيقة اللي أنا محتاجها دلوقتي حعمل الخميرة بتحتي الخميرة اللي انتو شايفينها دي الربا اللي انتو بسموها الخميرة اليتيمة أنا حطاها في الفريزر طلحتها تفك في مية وحطيتها في الماء حطيت العجانة بتحتي حطيتها مية زي ما انتو شايفين كده وحطيت الخميرة اليتيمة بتحتي أو الخميرة العرب اللي احنا بنقول عليها وحطيت الخميرة البيرة أنا كنت بقولكم في الصيف تحطوا كد غلايت الفول يا جماعة أنا زودتها يا دوب صنة بسيطة كده عشان اتجو ابتدى يطري شوية فزودتها حبة بسيطة بس ما كترتش زي ما انتو شايفين كده حطيت باجا فصين توم وده مهم جدا جدا يا جماعة توم سواء تحطي فصين توم أو تحطي بصلايا صغيرة مهمة جدا وحقولك مهمة ليه حطيت فصين التوم وجسامت كل فص نصين وحطيت مالجة كبيرة من السكر ومالجة كبيرة من الزيت ركنت باجا الهن بتاعي الخميرة بتحتي لسه هعجنها دلوقتي بحطها العسيدة بتحتي ودي مهمة جدا جدا يا جماعة العسيدة مهمة جدا جدا عطيت مية على النار في الحلة وحطيت لها ثلاث مالج كبار من الملح وغطيتها وحسيبها على نار هذه الحد ماجن الخميرة بتحتي زي ما انتو شايفين كده الخميرة زي ما قلتلك احنا حطينا مالجة سكر كبيرة ومالجة ملح كبيرة وحطيت فصين توم جسمت كل فص نصين وحطيت الخميرة الربا بتحتي كلها وحطيت خميرة البيرة ودوبت كل المكونات بتحتي في المية وبعد كده البواجي بتحت الخميرة الربا زي ما انتو شايفين كده شلت بواجي منها بسيطة عشان الخميرة بتحتي النهاردة كبيرة شوية فشلت منها وحبتدي دلوقتي احط الدقيق بتاعي عشان اعجن الخميرة بتحتي زي ما انتو شايفين كده حبتدي بجاء اخدمها كويس جدا وعجنها كويس جدا عشان اعجنيها كويس جدا عشان اعجنيها كويس جدا عايز اقولك مالجة السكر مهمة جدا جدا بتدي عرق للعيش بتاعك اول حاجة للعجين بتاعك بتدي له عرق تاني حاجة ما يعسلش منك في الصيف خالص مع مالجة الزيت مع فصين التوم لما تكسريهم ما فيش ريحة عشان في كزا واحدة سألتني طب التوم حيب كله ريحة في العيش لا يا جماعة خالص ده انت بالعكس انت لو نسيتي فص التوم انتو بتاعجني ونسيتي ما تشيليه واكلتيه ده عادي جدا 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 ده التوم مهم جدا للجسم اتمنى يعني تحطي توم البصل اه شيليه لازم اشيليه الدوري على كله هو حت انتو بتاعجني حتقابليهم تحت ايديك فهتفوم الشيليهم لان البصل بكون ايه شوية باين انما التوم شوية ما ببانش معاك فهتضطري انك تدوري عليه ولو نسيتي عادي جدا يا جماعة ما فيهوش اي اضرار خالص ولا ريحة نهائي انا احيانا بنسى واحيانا بتعمد ان النساء بسيبه عشان الكل ياكله لانه مهم فيه جدا التوم مفيد جدا لو كل يوم بلعتلك فصين ثلاثة على الريك توم مهم جدا لصحتك ويميل جدا واتمنى تجربيها مهم جدا واولادك برضو تعوديهم على كده ان شاء الله نص فص او فص ما تكسرهوش عشان خطر الريحة فص صغير كده من التوم بلعي صغير كده على الريك والله مهم جدا فما تجلقيش من حكاية الريحة خالص والسكر والزيت والخماير مهمين جدا جدا يا جماعة ما هيخلولكش العيش بتاعك عس في الصيف خالص خلصت الخميرة بتاعتي وعجنتها كويس جدا وشلتها دلوقت العسيدة بتحت المية غلط على النار جبت الحل ان انا بعجن فيها حطيت فيها حوالي ربع طبق من الدقيق والعيش على الدقيق بقى حسب العيش بتاعك احيانا بيجي الدقيق ما يستحملش عسيدة خالص يا جماعة فبتطر تعملي له شوية قليلين خالص اجل من الكمية اللي انا عملها دلوقتي العسيدة على حسب نوع الدقيق بتاعك انت لما تعجي نجيبش كارت الدقيق بتصنع منها صنعة واثنين وثلاثة من اول صنعة هتعرفي ازا كان الدقيق دا يحتاج عسيدة كالدية سواء كترتي له او قللتي له لما بتكتري له بزيادة لا ما يكون وحش خالص يا جماعة بيكبد العيش معاك من جوا ولبك لا ما تقوي فيه احنا دقيق كل المنزل ما عندينا بنكترلوش عسيدة لانه دقيق فمحتاجش عسيدة كتير زي ما انتم شايفين انا صنعة النهاردة 24 رغيف فكمية الربع طبق صغير كافية جدا ان تخلي العيش بتاعي طري جدا جدا العسيدة يا جماعة مهمة جدا بالذات في الشتا في الصيف بتحطيها ما بتكتريش عسيدة يدبش بتاعك انما في الشتا لازم تكتري له عشان خاطر ما ينشفش معاك العيش فلازم تكتري له العسيدة بتاحتك حلصت العسيدة بتاعتي وحطيت لها مية من الحنفية عشان تبرد لحت الصبح وتفك معايا العسيدة بتاحت تفك في المية ويت تعجن بكل سهولة وغطيتها وغطيت الخميرة بتاعتي للصبح جمت بقى بقى الصلاة الفجر جمت جبت الحلة بتاحت اللي انا حاجن فيها وحضرت الدقيق بتاعي شايفين بقى العسيدة بتاعتي بامرسها بايداية كده بتتمارس بكل سهولة لاني نجعها من الليل في المية فما بتاخدش وقت معايا بتتهارس معايا بكل سهولة جبت مية بقى عشان اعجن بيها وحطيت الدقيق بتاعي زي ما انت شايفين كده وحبتدي بقى اخدم العش العجين بتاعي كويس جدا يا جماعة عجين العجين بتاعك عايزة تاخد العش شمسي ممتاز وما فيوش اي غلطة من العجين العجين انك تعجنيه وتخدميه وتملكيه كويس جدا حيطلع معاك العيش الشمسي جميل جدا وما فيوش اي غلطة المخبوزات اي عجين معاك اهم حاجة عنده انك تخدمي العجينة بتاعتك بس ما فيش اي اضافات لا في اضافات تحطيها ولا اي حاجة زي ما بقولك لا اهم حاجة العجين العجينة بتاعتك تبقى طرية وتكون متماسكة في بعض كده وكلها عرج كل ما تعجني فيها كلها عرج فمهم جدا جدا انك تعجني وتملكي العجين كويس جدا العجين بتاعي كتير شوية حطيت ايدي الاثنين وابتدي بقى اخدم فيه كويس والايدة التانية بتساعد معايا بصراحة اني اخدم كويس جدا لما تكون شوية قليلين بخدمها بايد واحدة فلما بالكمية بكترها بحط الايدة التانية تساعد معايا زي ما قلتلك للخميرة معلقة السكر بتدي عرج منك لالعجين بتاعك حلو جدا فاهم حاجة يا جماعة الخميرة اتبع خطوات الخميرة عجينك هيبقى زي الفل والعاش الشمسي كله هيطلع زي الفل فاهم حاجة في العاش الشمسي اول حاجة الخميرة تاني حاجة للعصيدة تالس حاجة انك تملكي العجين كويس جدا ثلاث خطوات لو عملتيهم العاش الشمسي بتاعك هيطلع زي الفل الخميرة زي ما قلتلك ليها خطوات تحطيها لها عشان العيش بتاعك ما يعسلش الخميرة بتحتك تطلع زي الفل ما تبقاش محلونا هتدوق الخميرة الصبح بدري قبل ما تعجن هتدوق الخميرة لجي تيها محلونا معاكل ما حطتيش اي الخطوات ولو اتبعت الخطوات اللي انا بقولك عليها امرا ما هتبقى محلونا خالص فلو فرضنا ما حطتيش الخطوات بتحت اللي انا بقولك عليها ولقتيها دوقتيها الصبح حلونا معاك انصحك ما تعجنيش بيها او تعجني حوالي مثلا خمس ترغف ستة على كده اليوم اللي تستعمليه بس بكتير وتاني يوم تحطيه في الفريزة بتاعك ما السخنهوش تطلعيه في الشمس يفوق معاك وتأكله من غير تسخين لانه هيعسل معاك طالما الخميرة حلونات معاك فاعتبر العيش الشمسي بتاعك هيعسل معاك انما يا جماعة المالكة السكر المالكة الزيت وفصينا التوم اول بصلة ده عمر العيش بتاعك ما هيعسل معاك نهائي خالص ودي على ضمانتي انا ده انا توارسته سنين سنين بنعجينا العيش الشمسي ودي حاجة يعني اكيدا عندينا وتعلمناها وشربناها من امهاتنا فمهمين جدا الثلاث مكونات دي المهمين جدا 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 عشان ما يحلونش معاك الفصة التوم اول بصلة بيخلي الخميرة تدي حدوقة فلما تدي لك حدوقة يبقى كده مع العيش الحدوقة الخميرة مع العيش فبيتجانسوا مع بعض ما فيش اي حدوقة للعيش مش هتاكل اي حدوقة لا بالعكس بطعم العيش هيبقى ممتاز جدا فمهميني جدا الخطوات دي اتمنى تجربيها وان شاء الله عمرك ما هتشتكي من العيش خالص يا جماعة العصيدة العصيدة يا جماعة مهمة جدا عشان انا بعرف ناس كتير وكل الجيل اللي طالع كده تعلم اني ما يعملش عصيدة هو اه فعلا بيجينا دقيق ما يحتاجش عصيدة انا عن نفسي لما يجي دقيق ده ما بكترش بحط عصيدة دي شيء اساسي عندي العصيدة عشان العيش بتاعك يطلع طري وبفضل طري الاخر ريف معك بس ام حاجة ما تكتريش عصيدة خالص حطي ربع طبق دقيق من الدقيق وتعصديها اجل من ربع طبق كوباية لو لقيت الدقيق صادفتيها اللي ما بيحملش عصيدة وعصادفيه لما تمسيكيه بايديك كده ملمسه بكون كله ردة حتى لو تحنطيه وغربلتيه هتلاقي الردة جواه فهو ده تعرف انه هو ده الدقيق اللي ما بيستحملش عصيدة خالص فانتي هتجيب كوباية دقيق صغيرة هي اللي تعملي على كده العصيدة هتحطي ميا على كده الكوباية دي اكتر شوية وتحطي الملح كمية الملح كلها ما تخافيش على كده العجنة اللي انتي هتعجنيها كمية الملح هتحطيها للعصيدة بتحتك وتعصديها اللي عيش دقيق ده هتطلع زي الفل لاني ما كترت تلوش عصيدة وفي نفس الوقت حطيت له عصيدة عشان يفضل طري معاك الاخر رائف معاك في الحلة فمهمة جدا جدا يا جماعة انا عمري ما صنحت عيش من غير عصيدة نهائي انا بشوف ناس كتيرة والناس بتشتك بتقول العيش بتاعي بيفضل يوم التالت بنشف معايا لا لا يا جماعة عشان خاطر ما تحطيليش عصيدة العصيدة مهمة جدا 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 اتمنى تجار به بالاخص يا جماعة في الشتاء واحنا داخلين على فصل الشتاء فمهمة جدا جدا العصيدة للعيش بتاعك بخدم زي ما انت شايفين كده خدمته كويس جدا والعجينة طرت معايا دلوقت بقى انا بفرغ الهوى اللي جواه لازم بقى حتة انك تخبط العجين دي كل ما تخبطيه بقى لازم لازم تقولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله والثمي كل شوية في العجين عشان خاطر الشيطان يا جماعة بتخلك في العيش بتخلك في العجين احيانا الناس بتعجن وبيتقول لي انا بعجن وبغطع زي الفل في عجينه وقطعته على المجار زي الفل باجي حطه في الفرن يطلع استغفى الله العظيم بقالوش ملامح بيميل معايا فلازم حتة انك انت بالذات في الاكل في اي حاجة لازم انت اي حاجة بتعمليه لازم تسمي بس العجين مهم جدا انك تسمي فيه كل لحظة فيه تسمي تصلي على الرسول كل ما تخبط فيه تصلي على الرسول انا دي حاجة من امي تعلمتها عشان كل ما تخبط فيه بدل ما الشيطان تخلك لا بتفرغ الهواء الجوات كل ما تخبط في العجين تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام والسم تقول بسم الله الرحمن الرحيم دايما خلصت العجين بتاعي وملكته كويس جدا وغطيته عشان يخمر معي ومهم جدا تخمريه عشان يبقى خفيف كده معاك وزي الفل دلوقت بعمل المجارس بتحتي المجارس بجيب الرد اللي انا قلتلك عليها اللي بيعزل ها للطاحون الدقيق الوحد والرد الوحد واجيب بجيب شوية رد المجارس حطيتها في الطاص زي ما انتو شايفين كده حطيت كباية كبيرة من الدقيق عشان خاطر برضو مهمة جدا ان لما تحط العيش في الفرن ما يتحروق معك حطتي دقيق حطتي في الفرن هتلاقي حال نشعت معك بيش حط الرد ما بتاخد وقت ان هتتحرك في الفرن يا جماعة فلازم بقى انك تحطي لها دقيق عشان خاطر ما تتحرك معك العيش بتاعك ما تتحرك في الفرن بسرعة بتفل كل الدوار احنا منسميها عندنا في الصعيد دوار في ناس بيسميها مجارس عنديهم بتفلها كلها على كدة الكمية الدقيقة اللي انا هصنحها للنهار ده بيجيب الدوار بتحتي بنفضها كويس جدا ويبتدي بجأ تفلها بالرد زي ما انتم شايفين كده بخلص كل الكمية بجأ الحد ما اخس الايدي بجأ ويجيب الدوار بتحتي ونفضها ده كله وانا مغطي العجين بتاعي عشان خاطر يخمر معايا لحد ما خلص الدوار بتحت وجهز العجان اللي انا هغطح فيها العيش فحتكش في العجين بتاعك هتلاقي ملاح لته مش ما لحالته هو جل عزا تملي حالته بس مش ما نصحكش تمليها جوي لاني ما تخمره جوي نص تخميرة كده عشان يساعد معاك ان العجين العيش بتاعك بجأ خفيف كده في ايدك وانت بتاكل خفيف اللجمة بتاعته وفي نفس الوقت خمور الكتير وحش برضو زي متش شايفين كده خمير معايا بس ما خمرتوش كويس زي ما قلتلك هابتدي دلوقتي اغطى العيش بتاعي زي ما انت شايفين كده التقطيع مهم جدا يا جماعة وي سهل جدا جدا عشان في ناس بتقول لي انا ما بعرفش اغطى علي فتعلم ازاي تغطى بايد بالايدة اليمين تطلع شوية عجين ويتحطيها في الدقيق زي ما انت شايفين كده وبعد كده بالايدة التانية تمسك تلف الرغيف بقى على الايدة التانية سهل جدا والله العظيم انا كنت زمان ما بعرفش بس تعلمت فلازم تتعود تعملي كل حاجة يا جماعة ولي وما قدرة تكرار هتتعلم وحتتقن الحاجة اللي انت هتعمليها بس ام حاجة تكوني عايزة من جواقي عايزة تتعلمي انا جماعة جنت من رابع ابتدائي من رابع ابتدائي كنت بعجن كانت جدي تعايش لوحدها وبناتها كلهم اتجوزوا معها بس ولدها خالي الوحيد لسه ما اتجوز شي فكانت امي هي اللي بتخبز لها ليش كل اسبوع بنعملها عشر ترغف فكانت البداية بقى علمتني في عجين جدتي اتضربت ودي حاجة افتخر بيها اني انا صغيرة اتضربت عشان اتتعلم كويس كان لسه رابع ابتدائي لسه صغيرة طبعا اتعلمت ازاي عجن ازاي اربا الخميرة ازاي اتعلم كويس كانت بتمسكلي كان زمان الزنادة تحت اللي بنعمل بها الملوخية النقل خضرة ما كانش سلستين زي دلوقتي لأ كان الزمان خشب خشب تمسكها لأ العصيدة تمرسيها كويس جدا لقب ان تحط الدقيق المية تحطي شوية بشوية عشان العيش يتملك الدقيق يتملك كويس جدا معك مهم جدا انك تحطي بعد ما تخلط الدقيق في المية وتملكيه خويس جدا حتى تحطي الخميرة ما تحطيش الخميرة من الأول فكل دية تعليم من أمي وكانت تعلمني كل حاجة تتحط في مكانها فعشان كده انا تعلمت العيش الشمسي الصح التربية الصح انك تعلم ولادك الصح فهيطلعوا شاربين التعليم بتاعك خويس جدا وتقنوا الحاجة اللي بيعملوها فاتمنى تعلموا بناتكم كل حاجة مش شرط بس العيش الشمسي كل حاجة يعملوها صح فهيتقنوها ان شاء الله واطلعوا ستات بيوت كويسين جدا جدا خلصت كل كمية العيش بتاع يقطعتها وطبيتها لازم تطبيها بقى وتملي بيها الدورة ما تمليهاش كويس جدا لازم تملي بيها الدورة ويتحطيها وحطيتهم بقى تحت المروحة بتحت الحدمة من الخميرة بتحت الخميرة تربى اللي انا هعملها كويس جدا بعد كده حطت لها شوية بشوية مية انا مش عايزها عيجينة سايبة لا عيجينة تكون ماسكة نفسها اكورها وحطها في الفريزر تفضل معايا او بعد ما تخمر بعد ما تخمر حتى تحط في الفريزر زي من شايفين كده شوية بشوية مية لحد ما قوورها معايا ومهم جدا يا جماع انك تفرك كل العيجين اللي في الحل هيخمر لك الخميرة بتحتك وهيخمر لك الخميرة وتبقى لك زي الفل ما تحطيش خميرة بيرة خالص هي بس انت افرك الحلة بتحتك وبشوية مية وكوريها وحطي كيس جيب كيس وحطي فيه شوية دقيق وحط الخميرة بتحتك في الكيس واربطيهم وخليهم لحد ما تخلص العيش بتاعك وتاجي تتغد كده هتلاقي الخميرة خمرة وزي الفل عالضور كده هتشيليها بكيس هتحطيها في التلاجة بتحتك العادية في باب التلاجة لحد تاني يوم تبيتيها ليلة وبعد كده تحطيها في الفريزر بتحتك صنعتك بعد سبوع بعد 15 يوم بعد شهر هتلاقي تطلعها من الفريزر تفك قبل ما تعمل الخميرة بتحتك بالليل بتلت ساعة كده تطلعها تفك في ميا هتفك معاك بكل سهولة وهي خمرانة وزي الفل وحيتطلع لك العيش زي الفل زي ما قلت لك كده أنا كورت هيني لمات ها كويس بالميا وكورتها جيبت كيس معايا كيس شفاف عبيض حطيت شوية دقيق زي ما انت شايفين كده هحط الخميرة بتحتي فيه وقف للكيس بتاعي واسيبها باجا في العجانة بتاعتي باجا واغطي عليها لحد ما خلص العيش بتاعي ونحضر الغد بتاعي بعد كده اجي اجي اشوفها هتلاقي ضعف حجمها للضعف وخمرة ويجي زي الفل خلصت كل كمية التقطيع العيش زي ما انت شايفين كده حطيته في تحت المروح حياخده ربع ساعة 10 دقائق هو 10 دقائق اللي خليتهم بكتير بعد كده هشيله حيحطه في الشمس باجا 10 دقائق تحت المروح هيجمع عشان يلم معاك ما يشجكش معاك بخالص حيطلع لك زي الفل وطالما انت خادماء كويس جدا عمره ما هيشجك معاك بس أنا بحطه تحت المروح 10 دقائق في الصيف يعني زياد تأكيد تأكيد كده ان العاش بتاعي يلم معاك بسرعة وينشف معاك بسرعة عشان يحطه في الشمس ما يفقش معاك حطيته في الشمس وغطيته بجماش سوداء عشان تعكس للشمس عليه وخمرلي بسهولة جدا وبسرعة جدا جدا أنا على الساعة 8 ونص يا جماعة كنت بخلص عجين خالص وخلص كل حاجة يعني 8 ونص كنت خلصت العجين بتاعي لاني بادع من الساعة 5 ونص وما بياخدش وقت في الخمور بتاعه طالما عجين كويس والعجين والخميرة بتحت الخمران كويس جدا فمش بياخد معاك وقت في التخمير العش بتاعي خمر دلوقت بركب الأنبوبة بتحتي الأنبوبة اللي جاب لها كنت لينا ثلاث صنعات صنعت حتى لو فيها شوية بنروح بحطها في فرن في البتجاز بتاعي أكمل بها للبتجاز تاخد ليومين ثلاثة حتى تخلص انتو عارفين بقى الأنبوبة غالية والأنبوبة دلوقتي وصلت 185 جنيه تخيلوا ياريت ياريت ما كناش هدينا الفرن بتاعتنا بتاعت العش فرن الحمية بتاع الزمان اللي كانت عش يا جماعة جميل جدا والريح كده ريحت الوقيد انتو بتحمل الفرن بتجيب لآخر الشارع لعش بتاعك ريحته بتجيب لآخر الشارع بعد ما تصنع لعش بتاعك بتحط فوالت الفول اللي طعم لحد الوقتي لحد الوقتي فول زمان يا جماعة ريحته لحد الوقتي والله العظيم مش رادية مهما نعمل الفول مهما تحطي لأضافات لكن زي فرن الحمية فولة مافيش زيها نهائي ولا صانيحة ولا كل حاجة بصراحة بتاع الزمان أحلى بكتير بكتير من دلوقتي كل حاجة جماعة حتى طيبة الناس كان الزمان أحلى من دلوقتي بكتير انك تهتم بجارك انك تسألي عليه في كل حاجة القرائب في كل حاجة الاسلوب الكلام كانت الناس على الفطرة على طبيعتها اللي في جواها بتقولوا على طول مش دلوقتي لأ بيفضلوا يلفوا دوروا حوالي الموضوع ويخبوا عن دا ويعملوا من دا ويخافوا من الحسد لا يا جماعة كانت زمان الناس على طبيعتها بتحب جارها بتحب قرائبها يعني الطيبة افتقدناها بصراحة في الزمن دا دلوقتي برمي العيش بتاعي بعد ما سخنت الفرن كويس جدا فوق وتحت وطيتها بجيب الرعيف بجيب دبوس يا جماعة وفرغ الهواء لجواه لازم أجرح العيش بالشكل دا فرغ الهواء لجواه مهم جدا 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 لو انت رميت العيش بتاعك وبتشتكي ان بكور معاك في الفرن وبجي شكله مش حلو اللب بيفضل رأسي تحت كده وبجي جشرة من فوق ربيه جشرة من فوق العيش وبجي شكله مش حلو فهده عشان انت ما فرغ تيش الهواء لجواه الرعيف فمهم جدا بدبوس كده بابرة فرغ الهواء لجواه هيطلع الهواء فهيطلع لك الرعيف مظبوط كده واللب يبقى مختلط مع الجشرة اللي فوق وبقى ما فيش طبقة عازلة من فوق لا بجالك متساوي الرعيف وبجالك زي الفل رميت اول رمية يا جماعة وقفلت عليها الفرن وسبت خمس دجاج في الفرن ما كشفتش الفرن خالص بعد كده فتحت عليها لجيت وحمر بس لازم اتحمر بجال يمين وشمال كده عشان اتحمر من كل نحية فرن الحمية يا جماعة كنت ولا بشير اهم انك تتحمر العيش بترمي العيش بتحمل الوجيت في الفرن من وراء وتجي تمسح الفرن بتاعتك من قدام الفرن الارضية تمسحيها بماشا مبلولة مبلولة مية بنسميها فوادة من فوضى الفرن نمسحها ونرمي العيش بتاعنا ونكفل عليها فهي بتلفلك على عيش كله يا جماعة وتحمر وفوقه تحت وتحميرته بتبقى مميزة جدا جدا ويعني وطعمه حلو جدا والريحة نفسها بتحت الحمية فرن الحمية العيش بتاحها مميز جدا جدا رميت اول رمية وحمر ونزلته تحت عشان يستوى معايا دلوقت يحرم الرمية التانية ولازم لازم تكنسي بقى الردة كل الردة اللي في الفرن عشان خاطر الردة ما تتحركش معاك تقوم بتحرير لك العيش من تحت فلازم لازم تكنسيها كويس جدا بالمكنس بتاعت تخصصيها للفرن جنب الفرن كده انا مخصصة مجشة اسمع مجشة معمولة من جريد بتاع النخل بنعمل بها وفي يوم هعملكم المكنسة دي او المجشة بتاعتنا بجريد النخل واسمه جرباح هو بعد ما نقطع السبت بتاع البلح من الجرباح فبناخد نعمل بها مكنسة بنكنس بها الحوش بتاعنا بتكنسي بتخصصيها للفرن بتاعتك جنست بجريد الفرن كويس جدا بالمجشة بتاعتي اللي انتوا شايفين هدي حرمي بجريد الرمية الثانية زي متشايفين كده لازم تنطف الفرن خالص من الردة عشان ما تتحرك مع رمية الرمية الثانية بجا وهجلب بجا دلوقتي امي مسكت بدأ لي وانا مسكت التلفون كابت جاتها صاحبتها فاضطرت تدين التلفون عشان اصور فامي بجا اللي يديها الصحة جامت عشان ترمي العيش بنرمي الرمية الثانية زي ما انتوا شايفين كده وزي ما قلت لك لازم تهدي النار على عيش الشمس عشان متحرك معاك كل ما تهدي عليه ينفر معاك كده بسرعة ويستوي من جوا عم حاجة السوية بتحت الفرن عشان خاطر برضو ما يصوفل معاك بسرعة بالخص في الصيف يا جماعة تحاول على قدر الامكان انك سوي كويس جدا ما تطلعوش بسرعة انا في ناس باشوفها بترمي العيش بسرعة ومبكملش ربع ساعة في الفرن تقوم اول ما يحمر فوق وتحت تقوم ومطلع تاجي تكسر الرايف من جوا تلاقيه ناي من جوا فدي عشان الاستعجال لا ما تستعجليش بالزد في الصيف ما تستعجليش لازم توطع عليها النار وتخليه يستوي براحت وبقى عشان من جوا يستوي ويفضل اكبر وقت معاك من غير ما يصوف معاك من غير ما يعسل من غير ما يجرال اي حاجة فاهم حاجة برضو السواء بتاع الفرن تسوي كويس جدا حيطلع معاك العيش بتاعك زي الفل زي متش شايفين كده الفرن بتحتي من فوق بتحمره فبقى اجي وطيها برضو بتفضل تحمر فيه فعشان كده بنقلو في العين اللي تحت بوطيها كويس من تحت ومن فوق واسيبها بقى ربع ساعة تلت ساعة بعد ما نزل من من فوق يستوي على نار هادية وبعد كده اطلعه هيطلع لي زي الفل مستوي من جوا اهم حاجة عند العيش الشمسي يكون مستوي من جوا اللب بتاعه من جوا يكون مستوي مش يطلع معاك ناية لأ مش يتحمر فوق وتحت لازم توطي عليها النار يستوي من جوا بعد ما بطلعه زي متشايفين كده بنحك الردة اللي من ورا في الرغيف ودي مهمة جدا برضو لازم تحكيها عايزة تخليها انا عندي جارتي بتفضل الردة عم خليها في الرغيف فهي عشان عندها السكر فبتقول الردة صحية وهي فعلا صحية الردة صحية جدا يا جماعة فعشان كده بتاكله بردته عشان عندها السكر فعايزة تخليه بردته ماشي ما يجرالوش حاجة وبجزيل فل بس احنا عشان خاطر بقى ضيوف تاجي كده فمش حلوة انك تطلع الرئيف كده بردته وفضل يملالك الصينية كلها ردة لازم تحكيه كويس جدا من الردة فلازم احنا بنحك العيش كويس جدا زي من شايفين كده الرئيف بتاعي طالع زي الفل وبحك منه الردة خالت كده بشيله بفرش له في القوضة بتحتي واسيبه بضع في القوضة كل ما يطلع رمية بروح أشيلها على طول زي من شايفين كده محمر وزي الفل وطالع ما فيهوش يجشرة ولا شقق معايا ولا اي حاجة فيه بلادي يا جماعة العيش الشمسي اول ما يخمر تدي له خمور كده بسيط تقوم قلبها عشان يخمر النحية الثانية فأنا ما بحبش الحكاية دي هم المتعودين من هم الصغيرين يعملوا كده وتربوا على كده فاحنا بنعملش بصراحة الحتة دي فالرغيف ما بقاش متساوي بطلع كده هو قاب بفضل مستوي من جوة وبطلع لك حلو وناصس كده من جوة لكن حتة انك تشوف الرغيف مستوي مدور دي مهمة جدا لكن نشوف فيه مكابر كده او او معوج كل ما تقلي فيه من هنا ومن هنا فأكيد هيتعوج معاك فأنا ما بحبش ان منظر العيش بتاعي يكون فيه حتة معوجة ولا انا بحب العيش بتاعي يكون مدور زي ما انتو شايفين وكده يطلع مدور ومحمر من فوق وتحت ومستوي ومنظر الرغيف بيكون حلو فعشان كده ما بنقلب ش العيش خالص هم اتعودوا من جدود هم بقى ومن امهم امهاتهم من هم صغيرين نتعود يقلب العيش عشان كده توارسوا فلا احنا في كل بلد وليها طريقتها في ازاي تخبز العيش الشمس بتاعك زي ما انتو شايفين كده خلصت كل الكمية وزي ما انتو شايفين كده الرغيف بتاعي بتكلم عن نفسه وطالع مستوي وزي الفل ولا معوج مني يا جماعة وطالع زي الفل زي ما انتو شايفين كده اتمنى النهار ده اكون جدمتلك معلومات تفيدك في العيش الشمسي ما تقوليش لا انا خايفة اعمل وانا خايفة هيطلع يعسل معايا والله العظيم لو اتبعت الخطوات اللي انا قلتلك عليها بكل تفاصيلها عمر العيش بتاعك ما هيطلع معسل معاك خالص في الصيف ولا حينشف معاك في الشتاء اقولتلك عليها بالزبط حطيها وخلي تكالك على ربنا فحيطلع معاك زي الفل الخطوات دي مهمة جدا يا جماعة كل حاجة اقولتلك كل تفصيل في العيش الشمسي مهمة لي كل تفصيل او لو انسيت تفصيل منيهم مش هيطلع معاك اللي هو لا واو كويس جدا لا فكل حاجة في مكانها لازم تتحط في مكانها بالزبط فانا قلتلك كل اسرار للعيش الشمسي اللي انا تعلمتها وورستها من امي وامي وورستها من جدتي وجدتي وورستها من جدتي فكل نتوارسناها وكل اسرار العيش الشمسي بتاعنا الصعيد الجميل انا بخاطب الصعيد اللي احنا متربين على العيش الشمسي عندنا يعني وطعمه جميل جدا فيه اخواتنا في المدينة بيحبوا العيش الشمسي وبحبوا يخبزوه وحتى لو عنديهم المكان دايق او مفيش شمس ولا لا بين المكان الان كانات اللي عندي بوصفوها والله العظيم انا عندي متخلتي عايش في المدينة بتاخذ العيش الشمسي عنديهم فوق السطح وطلع زي الفل اتمنى فيديو النهارده يعجبكم باذن الله خلصت العيش الشمسي بتاعنا دلوقتي هنعمل الغد بتاعنا حوالي ساعة تمانية ونص جماعنا خلصت خالص جاملنا الفجر وعجنت وخلصت وبجزي الفل شايفين بقى مع العيش بتاعي مع الغد النهارده عملالكم ملوخية خضرة وعملالكم الصخينة بتاعتنا الجميلة بتاع الزمان اللي تربينا عليها والنهارده طبخها على بطاية مسكوفي جميلة اتمنى الفيديو اعجبكم بازن الله البداية بقى جبت البطاية المسكوفي بتاعتي زي ما انتم شايفين كده غسلتها كويس جدا وشطفتها وبعد كده جبت دقيق نص كباية دقيق حدعكها كويس جدا بالدقيق زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر الزفار تلبطي يا جماعة بعد مدعكتها كويس بالدقيق هشطفها بقى بالمية اشطفها كويس من الدقيق وبعد كده هكون نحضرها نص كباية خلي جماعة ولامونتين وبصلاي مقطعها صغير شراح صغيرة هحط الخل على البطاية وحط البصل في كل حتة في البطاية واحصر اللامونتين عليهم وحط في التلاجة جماعة لو احسن التطبيلة تعمليها من بالليل تبليها من بالليل بالخل واللامون والبصل عشان الزفارة بتاعت البط تروح منه خالص فأنا عملتها الصبح هحط ها بقى في التلاجة ودلوقت هركب الحل بتاعتي للبطاية ووط عليها حطيت بقى الحل بتاعتي وحطيت البصلاية وحطيت الملح بتاعي وغطيتها ووطيت عليها لحد البطاية كده ما تاخده تدي في الخلي بتاعي دلوقت هشوف أكل الحمام بتاعي صحينا الصبح بدري بقى وقعدنا أجبال العجين فبأكل اللطير بتاعي الفروش بتاعي بقى والحمام والأرانب بتاعتي بحط لهم الأكل زي زي ما شايفين كده وبعد كده بقى هبتدي دلوقت حطيت الأكل للأرانب هعط بقى هبخ الزرع بتاعي مهم جدا لازم كل يوم يا جماعة أبخ الزرع بتاع لجيت أمي بتزرع ملوخية دي ملوخية يا جماعة بنبخ الأرض الأول وبعد كده بننطر الغلة فجل المية عشان خاطرة الزرع إنما لو عملت نترت الغلة الأول بعد كده رحتي بخيتي فوجيها فالغلة هتتكون في مكان واحد فكده مش هتتزرع لك غير في مكان واحد فاللأ المهم للزرع أنك بخيها الأول بعد كده تحط الغلة بتاحته زي ما تشايفين كده بزج الزرع بتاعي كله وده كله حل البطاية موطي عليها عشان خاطر حطيت البطاية في التلاجة تاخد وتدي كده في التتبيلة بتحتي عشان كده ريحتها يتبقى زي الفل وتنطلع من غير زفارة ولا أي حاجة الزرعين بقى زي ما أنتم شايفين كده ريحان وورد يا جماعة والنخل بتاعي وزرع ملوخية وجرجير الزرع حلو جدا يا جماعة في البيت لو عندك وسع زي ما بيقول لك كل مرة لازم تزرع كده بتدي خصوصا الريحان يا جماعة بدي ريح حلو جدا للبيت بتاعك جبت البطاية بقى وغسلتها كويس جدا من الخل واللمون والبصل بعد مدعكتها كده بالبصل كويس غسلت وشطفت كويس جدا المي بتاعتي غلط حطيت بقى ورق لورة أنا كنت حطا لبصل وحط الملح حطيت لورج لورة وحطيت الفلفل السود وغطيت عليها بقى تستوي معايا النهار ده هنعمل على البطاية جماعة ملوخية خضرة بنج الملوخية بقى اشتريتها من عم علي بياجي كل يوم بالخضار بتاعه طازة زرعه في بيته وعرفاه زرعه ازاي وهو انسان جميل جدا بيشتري منه الخضار الخضرة بتاعتي الشمار والكسبرة والملوخية والوية بتاعتنا الجميلة بيزرع حشته في بيته ونضامناها وعشان كده خضار بتاعه زي الفل نجيت الملوخية بتاعتي ودلوقت حامل السخينة بتاعتنا اللي تربينا عليها يا جماعة زمان تربينا على السخينة دي دلوقت احنا بنعمل بنستسهل بجا بنجيب الطاصة وبنقطع البطاط الترنشات والبصل الترنشات والطماطم ونحط الشربة ونحط التوابل ونحط ها في الفرن تستوي او فجل بتجاز لكن دي سخين الزمان اللي احنا تربينا عليها قطعت بصلتين كبار كده اول ما حمرت بجا نزلت عليهم بمعلقة توم دجوجة حطيتها وحمرتها ونزلت عليهم بالطماطم خلطاها وحطيت لها بجا نص معلقة السكر وربع معلقة كربونات وغطيتها تستوي يا جماعة لحد ما تستوي الطماطم بتاحت زي ما انتم شايفين كده البطاية استوت وزي الفل ما كملتش يا جماعة ساعة معايا ما كملتش ساعة لان بطاية لسه صغيرة سنها صغير فمش هتاخد معايا وقت خالص طلحت هبقى من الشرب بتاعتي وهرش لها بجا الملح وفلفل وغطيها بجا لحد ما اعمل الصلصة بتاعتي والملوخية وابتدي حمرها دلوقتي بجطع البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين كده جيبت كم بطاطس صاية بغطحها مربعات دي يا جماعة دي اللي تربين عليها كل عندين الصعيد بيعمل السخينة دي وترب عليها ناس زمان كل هما تربوا على السخين دي بالشكل ده بكل تفصيل ها زي ما انتم شايفين كده بغطحها مربعات كده متوسطة مش صغيرة جو ولا كبيرة جو لا حلوة كده زي التقطيع اللي انتم شايفين ها بعد ما خلص كل التقطيع بخسلها كويس جدا وصفيها من المية واول ما تستوي الطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين كده والصالصة لازم تبك الزيت من فوق يا جماعة لازم زي ما انتم شايفين كده تشوف الزيت من فوق عايم كده بجنت الصالصة بتاعتك هتاكلي سخينة جميلة جدا هحط البطاطس بتاعتي بعد ما صفيها كويس من المية واحط لها بجا كبشتين تلاتة من الشرب تلبط بتاعي اجلبها كويس جدا بعد كده هحط لها الشرب يا بجا يدوب كده تتغطى البطاطس كده بعد كده بط عليها بجا تستوي على نار هادية يا جماعة لازم بجا تستوي على نار هادية عشان خاطر الاكل بتاعك لما تسوي على النار الهادية بتطلع لك زي الفل ما تعليش على البتياز على الحاجة بتاعتك الشعوطية وخلاص لا كل ما توطي عليها البتياز يا جماعة الطبخة بتاعتك بطلع لك زي الفل دلوقت بجا وطيت الرز زي النهاردة هعملها واحدة بواحدة مش بشعرية ولا أبيض لا هعملوا رز واحدة بواحدة حطيت بجا جلبت الاول حمرت رز كمية الرز كيلو حطيت ربع كيلو حمرته الاول كويس جدا بعد كده نزلت بالباج الرز وحطيت لبجا لبت كويس جدا وحط لبجا الملح والفلفل ومغالية المية على العين التانية نزلت عليهم بالمية السخنة زي من شايفين كده واول ما شرب ميته حوضت عليه شمع يا جماعة عشان يستوى براحته في الحكاية بعد ما وطيت عليه بجا دلوقتي بحط التوابل للسلسة بتاعتي حطيت لبجا الفلفل السود وحطيت كسبرة وشطة وحطيت لجيت ها مسها شوية حطيت لها شوية ملح حطيت بجا زي منتش شايفين كده للس بتاعي وحوضت عليها النار دلوقتي بجا هعمل الملوخية على العين التانية يا جماعة زي منتش شايفين كده بخسل الملوخية بحط لها ملح خشن وده عشان خاطر يحافظ على لون الملوخية خضرة يفضل الخضرة زي ما هي نص معلجة كبيرة ملح حطيت الحلة بتاعت على النار وحطيت لها معلجة توم مدجوجة أنا دجاها هرساها حطيت في الشربة وحطيت الكربونات قبل ما تحط الملوخية تحط الكربونات ودي مهم جدا برضو عشان تحافظ لك على لون الملوخية تبقال خضرة حطيت ربع معلجة كربونات وربع معلجة السكر وزي ما قلت لك التوم المهروس حطيت معلجة كبيرة وحطيت بقى الملوخية بتحتي وحطيت عشر دجاجة عن نار وطفيت عليها ما كترت عن عشر دجاجة يا جماعة عشان خاطر كل ما تسجتش معاك ولا تسود معاك الملوخية لا ما تهريهاش خالص عن نار يدوب عشر دجاج بفرقها بقى بالمفرقة بتاعتي لو ما عندي كيش مفرقة وحتعمليها ورق حتعمليها بالهند بلندر هتلاعلك جميلة وزي الفل دلوقتي هعمل التشة بتاعتي دجاجة بقى كام فص توم دجيته وحطيته التصع على النار وحطيت لزيت وحمرته ووال ما بتدت الصفر عطيت معلجة كبيرة من الكسبرة ووال بقى ما شمر ريحت الكسبرة كده وتحمر للتومة هنزل بالملوخية بتاعتي فوقيها زي ما انتشايفين كده انزل بالملوخية الطشة جميلة جدا اول ما تنزل كده بالملوخية هتشمي الرواح بتاعتي الطشة هتطلع لك زي الفل بعد ما حط الطشة برضو لازم برضو بزندها بالمفرقة بتاعتي او هند بلندر لو عندك بتفركيها كده اللي اتشها في الملوخية بتلع لجزي الفل بحط الشطة بجا بحط حوالي معلجة صغيرة من الشطة نصيحة الملوخية الخضرة ما تحطيش فلفل اسود للملوخية بتاعتك عشان ما تسود ش جماعة الفلفل الاسود بسود الملوخية بتاعتك كل الطبيق النهار ده زي ما بتاعتي استوت وزي الفل والملوخية خضرة زي ما انتش شايفين كده لو اتبعتي خطوات الملوخية اللي انا بقول لك عليها عمر ما هتسود معاك وحتطلع لك زي الفل هغرف بجا الغدى بتاعي زي ما انتش شايفين كده يعني ما كملتش نص ساعة وعملت الغدى بتاعي عملت الغدى بتاعي وبيقى طلع زي الفل يا جماعة انا كده يوم الخبيث بتاعي بعمل كل حاجة يا جماعة بخبز باصنع بخبز باطبخ بخسل الهدوم كله في يوم واحد عشان خاطرة تاع بيكون في يوم واحد وبعد كده تاني يوم ارتاح اه الكل ما السن بيكبر معاك ما بتقدر يشتعملي كذا حاجة فعلا ودي حاجة انا في الاوقات الاخيرة كده في السنين الاخيرة ما بقيتش اقدر اعمل كل حاجة معبات كون زمان لازم يوم الخبيث مع يوم العجين مع يوم الطبيخ مع يوم الغسيل كله في يوم واحد بخلص كل حاجة في يوم واحد عشان ارتاح تاني يوم خلصت الغد بتاعي وتغدينا وزي الفل في العصر كده قمت عشان اعمل حلو كده احلي بيها العيلة بتاعتي فلقيت العزيزية العزيزية طعمها جميل جدا اتمنى تجربوه وهي طريقتها سهلة جدا ومجاديرها سهلة جدا موجودة في كل بيت اتمنى تعجبكم طريقتي وتجربوها مجاديرها بتقول معايا كيس مكرون سبكتي او اي نوع مكرون يا جماعة كيلو لبن لبن جاموس لبن بقر اللي عندك نص كباية نشا ونص كباية جوز هندي كباية كبيرة من السكر ورشة ملح ومعلكتين سمنة بلدي ولازم يا جماعة سمنة بلدي حطيت الحل بتحت على النار وحطيت مية وحطيت لرشة الملح وحسيبها لحد ما تغلي وابتالت تغلي معايا دلوقتي جبت كيسة الماكارون كسرت ونص اي تكسيرة تحبيها حطيت كيسة الماكارون وحطي لها نقط الزيت تغلي معايا عايزها بقى يا جماعة تتهاري معايا الماكارون تستوي بزيادة مش عايزينا السوء العادي بتاع الماكارون لا احنا عايزينا تستوي تتهاري معنا عشان خاطر لما تخلطيها في الخلاط زي ما انتو شايفين كده تتخلط بكل سهولة ده السوء اللي انا عايزها يا جماعة طفيت عليها وصفيت ها كويس جدا من الميا وسبت لحد ما بردت جبت الخلاط بتاعي حطيت كميت الماكارون كلها في الخلاط زي ما انتو شايفين كده بعد كده هجيب كمية اللبن هعط نصها على الماكارون عشان بجا لما خلطها تتخلط بكل سهولة هعط نص كمية اللبن خلطت بجا شايفين اتخلطت معي بكل سهولة عشان خاطر الماكارون اتهرت معي واستوت كويس جدا هحط ها بجا في كل الخليط في حلة افضي كويس جدا وحشاغل النار بجا على الخليط ده وعايز هيغلي معايا زي متو شايفين كده دلوقت بجا هجيب النشي جماعة هدوب بشوية لبن لحد ما يفوك معايا عايز اتدوب بيه بلبن ماشي عايز اتدوب بيه بمية مش هيقول لا هتدوب بيه كويس جدا عشان خاطر ما يكلك معايا لما تحطي في الخليط الماكرون لازم بجا اتدوب بيه كويس جدا بعد كده بعد ما دوبت وحركن بجا شوف بجا الماكرون بتاعتي اول ما تغلي بجا حط كمية اللبن كلها اللبا جا البا جا واجلب ها كويس جدا هحط دلوقتي كباية السكر ونص كباية جوز الهند واجلب بجا لحد ما تغلي معايا الخليط كله يغل معايا ابتدت تغلي معايا جماعة دلوقتي هحط النشرة بتاعي بالتدريج شوية بشوية والمعلقة في ايد التانية اجلب بجا كويس جدا عشان خاطر النشرة ما يكلكاش معايا وهي هتدخن معايا بسرعة جدا فافضل اجلب فيها كويس جدا زي مت شايفين كده عايزين القوام التخين ده دي معلقة كريم شانطية جماعة من عندي اضافة من عندي بتدي طعم جميل جدا للعزيزية لو ما عندك شي ومش عايز تحطيها عادي جدا هي اصلا مش في المكونات دي اضافة من عندي انا زي مت شايفين كده طفيت عليها النار اول ما تخنت معايا وبجزة الفل هعط لها كيس فانيلي عشان خاطر ريحتها تبقى جميلة جدا اول ما السمنة البلدي بتدي طعم جميل جدا وريحة جميلة جدا جبت الطاصة بتحتي ودهنت هزيت حط بجا عزي كيس الماكرون بعمل معاك سينتين يعني بتعمل معاك كمية حلوة جدا من كيس ماكرون هعط نص الخليط في الصينية زي ما شايفين كده ومدهناها بالسمنة الصينية حط بجا مالجة السمنة البلدي على الوش ومسخن الفرن بتحتي ومجهزها وموطيها حط في الفرن بجا وهسيبها لحد ما تتحمل فوقه تحت وهي طلعت معاك زي الفل هأول ما تبرد بجا يا جماعة حط في اتمنى ما كونش طولت عليكم في الفيديو طويل جدا بس حبيت اوريك كل الاسرار العيش الشمسي والطبيخ بتاعنا وعاداتنا وتقاليتنا في الصعيد فاتمنى الفيديو يعجبك وتحوز اعجابكم واللي مشتركش في قناتي اشترك في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي في الصعيد باذن الله ودي العزيزية بتحتي شايفين بتطلع بكل سهولة وطعم جميل جدا واتمنى تجربوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته